وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة عوامل النجاح لحجد إمكانات الدولة الإنتاجية سواء الحكومية وقطاع الأعمال أو القطاع الخاص من أجل تطوير وتوطين صناعة المستلزمات المطلوبة في أعمال مشروعات تشهيد والبناء لسيام المعدات والآلات وذلك في ضوء حجم الأعمال الإنشائية الضخمة على مستوى الجمهورية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع قائد القيادة الاستراتيجية المشرفة على التصنيع العسكرية الفريق أحمد خالد ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة اللواء أحمد الشزلي ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانية اللواء أمير سيد أحمد ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب هشام أسويثي وذلك بحضور مجموعة من رجال الأعمال من القطاع الخاص وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود الدولة في توطين الصناعة لمستلزمات التشهيد والبناء بالشراكة مع القطاع الخاص